صوت الأرض يتوى صوت الصبر صدق الله العظيم صوت الصرب صوت الصور صوت الصلاة صدق الله العظيم صوت الصاع صوت الصcies أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله وعلمنا على لسان النبينا أن الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده الذي استفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وسحابه الأخيار وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعض فيا أيها الناس تقول الله تعالى حق تقوى وراقبوا مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد والشر الأمور مهد ذاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصرفوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسيا يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسيا يكون خيرا منهم ولا تلوزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأنقاب ليسا لسم الفتوق بعض الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا أيقب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بكري الجموح ارتقوا الله إن الله تواب ورحيم وأخرج مسلم في صحيحه عن أبيه غيرت الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يدع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذره ولا يحتره أتقاها هنا أتقاها هنا وأشهر صلى الله عليه وسلم إلى صدريه كل المسلم على المسلم حرام دموه ومالوه وعرضوه بحسب امرئي من الشر أن يهكر أخاه المسلم وأخرج ابن خزيمة وفن حبانا في صحيحهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس وإن الله قد أذب عنكم عبية الجاهلية وفخرها يا أيها الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هيل على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ونزه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وروا أحمد في مسنده عن أبي نظرة أنه قال حتى زني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على بعر يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا لا فضل لعربيين على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم هذا وقد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الورين إذ يتلقى المزلقين عن اليمين وعن الشمال قعين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتين وجاءت سكرة الموت من الحق ذلك ما كنت منه تحيد نفق في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما قد كنت في غفلة من هذا كشفنا عنك غطاءك ونصرك اليوم الحديد وقد علمت يا إنسان وكلنا ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة السنفان سنف مقرب مصان وآخر مبعد مهان سنف نصبت له ملسرة والحجان والأرائف والكلال وجمعت لهم الرغائف والآمال والسنف وعدت لهم السلاثل والأغلال المقامع والسلال وضروب الأهوال والأنكال ولم تدري من أي سنفين أنت ولا في أي الفريقين كنت وأخرج البخاري عالي كرم الله تعالى وجهه رفعه إن أخف فما أخاف عليكم اتباعوا الهوى وطول الأمل فأما اتباعوا الهوى فيصدوا عن الحق فأما طول الأمل فينسي الآخرة فلا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الأخرة ولا فكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فالحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والتغاء والسيلة فالحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والتغاء والسيلة وحضنا على طلب الدرجة رفعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وثلنا بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا للنبيه وتكريما إن الله وملائكته يسألون على النبي أيه الذين آمنوا صلى عليه وسلم متسليما فرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى الله عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى الله عليه ألفا زاحمد كتبه كتبي على باب الجنة فعليكم الإكسار من الصلاة على النبي الشكراء تجد ذلك عند الله هو أعظم أجرا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراطك المستقيم على آله حتى قدره ومقداره العظيم وأرضى اللهم عن صحابته وقلبها الراشدين من هادين المرتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطقي بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في الرضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عزمان بن عفان وعن باب مدينة العلم الاسبري غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سدد الباقية زالت إلى العراراقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين فاخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واخذل السلامة والعافية لجميع المسلمين نجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا وعوباء صحير من جميع ذلك فلدنا خاصة وفل هذا المسلمين عامة وغفرنا ولوالدينا وللشاخنا لمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعياء وكشف عنا من البلاء ما لا يكشبه وغيره اللهم افرج عنهم سيدنا محمد اللهم افرج عنهم سيدنا محمد عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربين وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغر الله لي ولكم فاقم الصلاة